بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشي لهم فهم لا يرثلون وسواء عليهم أنذرتهم فلا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى فشير رحلان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمت آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إلجاء المرسلون إذا أرسلنا إليه بسرين فكرزموا فعزلنا بثالثة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر نسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تفذبون قالوا ربنا يعلينا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ لا مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لا إلا أنتموا لنرجمنكم وليمس لكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أمنا قوم مصرفون وجاء من أقصر مدينة الرجل يسعى قالوا يا أقون اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا يا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية أن يردني الرحمن بغر اللي تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضريض مبين إني آبنتم بربكم أسمعون قيل لدفوذ الجنة وليس قومي عدمون بما غفر لي ربي وجاء بني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كلها منزنين يا كانك إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حصرة على الضعود ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يسزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميعوا المدينا محمرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهلات من نخيل وأعلاب وفجرنا فيها من الليون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلقنا الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أفسهم ومن مؤلاء عدمهم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مجنون والشمس سلطر لمستقر لها ذلك أغدير العزيز العليم والقمر قدرناه ما أزل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريح لهم ولا غني ينقرون إلا رحمة منه متاعا إلى حين وإذا قيلهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحلون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها نعرضين وإذا قيلهم أنفقوا مما رضا قول الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعيوا من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في غلاء نابين ويقولون متى هذا الوعد أن كنتم صادقين ما يعانون إلا صيحة واحدة يلتأكلهم وهم يخسنون فلا يستطيعون توسيتهم لا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويا ناب من بعثنا من مرقدنا هذا ما عبد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تزلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يفاكبون هم وأزواجها في ظلال على الأرائق متجئون لهم فيها فاكهة ولهو ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم منتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن أتعبد الشيطان إنه لكم عدو مبيل وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلنا كثيرا أذا لم تكن تعبدون هذه جهنم التي كنتم ترعدون إسلوها اليهم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتفعد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فالصباق الصراط فأتنا يبصرون ولو نشاء لنصفناهم على ملامتهم فما استطعوا مضيعوا ولا يرجعون ومن نعبرهم لك سب في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه الشعر وما هم مغينة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لعادر لي كان حيء ويحقن قول عن الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم من ما عملت أيدينا آنفهم لها ماذكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأخذون ولهم فيها منافع ومشارك أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يلغم قولكم إننا نعلم ما يسرون وما يعدنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفتها فإذا هو خصوحا مبين وضرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمين قل يحيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الناس شرف الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقلون وليس الذي خلق السماوات والأول بقادر على أن يخلق بذلهم بلا وهو الخلق العليم إنما يمره إذا أرد شيئا من يقول لكم فيكون فصرحان الذي منه ملكونت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم